أكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي أن تحالف القوى العراقية الذي يملك 37 مقعدا في البرلمان الجديد رشح رسميا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مبينا أن الحلبوسي أصبح الآن مرشحا عن تحالف المحور الوطني الذي يملك 52 مقعدا موضحا أنه ينافسه داخل التحالف أسامة النجيفي ترجمة نانسي قنقر